طيب عايزين برضو نتكلم شوية مع حضراتكم عن المؤتمر الصحفي اللي تم بالأمس طبعا لإعلان الشراكة بين الجماعات الكندية والنادي الأهلي بس قبل ما نعمل ده تعالوا نقف شوية عند كلمة الكابتن محمود الخطيب عن الموسم الناجح اللي حققه النادي الأهلي تقريبا في كل الرياضات وحققه من خلاله تقريبا كل ما يتتمناه يعني جماهير النادي الأهلي ومحبيه في كل مكان الحقيقة ما كانش نجاح بس على المستوى الرياضي من خلال أن النادي الأهلي حقق بطولات محلية وقرية وعالمية كمان لكن ربنا وفقنا كمان على أصعدة مختلفة على كافة المستويات في النادي مثلا الناحية الإنشائية الناحية الدعائية وزي ما قال الكابتن محمود خطيب أن اللي اتحقق بيحمل الكل في النادي الأهلي مسئولية مضاعفة وفعلا حمل كبير جدا على كل مدرب وعلى كل لاعب وعلى كل مسئول وعلى كل إداري في النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية يعني عجبني جدا كمان هو بيقول أن اللي فات أصبح تاريخ لكن القادم سيكون تحدي عشان كده لازم نحاول بكل جهد وبكل إخلاص أن احنا نحافظ على اللي اتحقق من بطولات مبيني وبين حضراتكم اللي اتحقق فعلا مش شوية ولا سيما الموسم ده لوحده يعني بسم الله ما شاء الله موسم أكثر من رائع بصراحة ويعني مبارح برضو كلام كابت الخطيب كان بيعبر لو حضراتكم راكستو فيه عن فكرة عن فلسفة إدارة النادي الأهلي مش قصة أن احنا بنغني بنحتفل بالبطولات بس لا أنت بتتكلم عن قلب الصفحة بتبص للبعد وبتروح للإنجاز اللي جاي وده لأن انت بتتكلم أو فاهم في طبيعة الجماهير الأهلوية أن هي ما بتقبلش غير بالمركز الأول وعلشان أوصل دايما وحافظ على المركز أوصل وحافظ على المركز الأول ده بيحتاج شغل كبير جدا فإنت عنده كمان استعداد موسم جديد للموسم الجديد إن شاء الله لازم تدخله وتبقى مستعد بكل القوة بكل التركيز زي ما كان كابتن الخطيب بيتكلم قال إحنا عندنا مسؤولية كبيرة جدا يعني تجاه من وثقوا فينا مش هنقعد نحتفل ننسى الموسم الجديد الأهلي فاز بكل بطولات كرة القدم بخلاف التتويج وبطولة إفريقيا لكرة اليد والسلة بخلاف ألقاب عديدة في العلعاب الأخرى يمكن أنا كريم كل يوم كنا بنحتفل محضراتكم ببطولة مختلفة بأبطالنا في النادي الأهلي حاجة كانت مشرفة جدا وهو ده الأهلي دايما اللي انت شايف أنه هو بيبص دايما للبطولات المختلفة اللي وراء بعض كمان مش بنقعد على مثلا بطولة موسم واثنين وثلاثة فأعتقد قصة نجاح بتستكمل وبتدت من زمان جدا وأعتقد كل رئيس يعني للنادي الأهلي بيجي بيكمل مسيرة اللي أبنيه محدش بيجي يلغي اللي قابله بالعكس بيجي يشيد باللي قابله وبيكمل المسيرة اللي هي النكحة على نفس المبادئ على نفس الفكر على نفس الرقي فبالتوفيق لنا جميعا لازم نكون فرحانين باللي بيحصل ولازم نكون فرحانين كمان يا كريم بشرقاء النجاح اللي بيكونوا معنا واللي هما بيكونوا نفسهم يعني انت مش بتروح تدور مثلا على سبانسر ييجي معاك انت بتكون جاذب لي كل الأسماء العالمية الكبيرة والبرانز والشركات العالمية هي بتبقى نفسها بتشاركة كل إذن أو زي ما بتقال كده اسمان هو يبقى مع اسمك فطبعا حاجة محترمة جدا ومزيد من السبانسرشيبس والعلاقات لسه اللي هتستمر احنا يمكن خلال الأيام اللي جاي نسمع كمان عن شراكة جديدة مين عارف مش هرتكلم دلوقتي بس طبعا توقعوا انه هيكون فيه حاجات أفضل كمان الفترة بس ممكن نتكلم عنه اللي قائم بالفعل اللي حاصل